بعنوان صنعاء في وجه الانقلاب تجريف مستمر ومجتمع رافض نظم مركز العاصمة الإعلامي بمحافظة تيمار بندوة نقاشية عن هذا اليوم الأسود في حياة الشعب اليمني 21 من سبتمبر التفاصيل في سياق التقرير التالي والزميل محمد الجداسي نظم مركز العاصمة الإعلامي هنا بمحافظة تيمار بندوة بعنوان صنعاء في وجه الانقلاب تجريف مستمرة ومجتمع رافضة في بداية الندوة أكد وكيل وزارة الإعلامة أحمد ربيع أن 21 من سبتمبر 2014 مثل يوما أسودا في حياة الشعب اليمني وبالفعل هو يوم النكبة اليمنيين ففي هذا اليوم أسقطت العاصمة أسقطت مؤسسة الدولة من قبل أشباح متوحشة سطت على كل شيء رئيس مركز العاصمة الإعلامية تناول في ورقة عمل الفوض الأمنية في العاصمة صنعاء واحتجاجات ورفض شعبه لمشروع الحوثيين وحيلة الحوثيين لمصادرة ممتلكات الخصومة والقطاع الخاصة استحدثت الجماعة الحوثية حيلة جديدة وصبغتها بصبغة قانونية أسمتها الحارس القضائي لتقوم من خلالها بالاستيلاء على أموال ممتلكات خصومة في العاصمة صنعاء بعد أن استكمل السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة في استغلال فاضح للقضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي من خصومها السياسيين الخبير الاقتصادي والناشطة العالمي محمد الجماعي قدم مبارة عمل بعنوان قناية الحوثي على اقتصاد اليمن صلت الضو فيها على أبرز الخسار التي تكبدها اقتصاد اليمن قراء انقلاب الحوثي الدكتور عمر ردمان قدم مبارة عمل بعنوان خمسة عوام من الانقلاب وقراءة من المليشيات الانقلابية وطبعا لن يتم الخلاص لليمن إلا بمواجهة هذا المشروع الكهنوتي الاستبدادي عبر كافة الوسائل المشروع والمتاحة مواجهة إعلاميا وسياسيا وعسكريا أنه تناولت كثير من النقاشات والرؤى حول أهمية كشف جرام مليشيات انقلابية وأكدوا بين الحالي والعشرين من سبتمبر 2014 مثل يوما أسودا في حياة الشعب اليمني لإقانة عدال الفضائية محمد القداسي محافظة مارب